اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم يعني دائما الاستعاذة وقلنا في الاستعاذة ننتبه لمخارجي الحروف كمثلا اعوذ تبالي حرف الزال والعين والهمزة يخرجان من الحلق اعوذ فبعضكم يقول اعوذ بل اعوذ بالله نرقق اللهم في لفة الجلالة لانه سبقت بكسر بالله من الشيطان الشيء المرقق والطأ مفخم لانه من حرف الاستعلاء من الشيطان الرجيم الرجيم الرأم مفخم والجيم ننطقه بالشدة لانه من الحروف الشديدة وليس الرخوة وقلنا ان الجيم ينتق من حرف الجي في اللغة الانجليزية جي الرجيم ونمدد حركتين واربعة وست للمدل عرض للسكون إذن هنا سأقرأ كما قلت لكم قراءة هاديا وأشرح القواعد وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ هنا ننتبه للرأ نفخمه لا نقول يُرْضِعْنَ بل يُرْضِعْنَ تباه لله أين يخرج من الحلق يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ هنا النون بغنة كاملة حولين كاملين هنا مدلين نمدد حركتين أو أربعة أو ستة كاملين أو نقول كاملين أو كاملين لمن أراد أن يُتم الرضاعه هنا لاحظوا معي هذه النون كانت ساكنة لكن هنا لدينا نون مفتوحة لماذا؟ لأن لدينا النقل يمكنكم الرجوع للدرس نقل حركة الهمز المفرد للساكن قبله كنا لاحظوا معي هذه الهمزة من كلمة أرادة تمحت فهو بقيت فقط حركة الهمزة تلك الحركة تم نقلها للساكن قبله وهو النون أصبح مفتوحا إذن من النون المفتوح نمر إلى الرأ والرأ هنا مفخم نقول لِمَا نَرَا لِمَا نَرَادَ تباه للدالة ننطقه كالضاد لِمَا نَرَادَ أَن يُتِمَّ هنا نون ساكنة بعدها حرف الياء من حروف الإدغام بغنة وقلنا ننتبه لا يجب أن تتغى الغنة على الياء ولا تتغى الياء على الغنة لا نقول أَن يُتِمَّ ولا نقول أَن يُتِمَّ بل تسمى خمسون في المئة للغنة وخمسون في المئة للياء أَن يُتِمَّ هكذا أَن يُتِمَّ والميم هنا بغنة لاحظوا هذه الميم مشددة يعني قلنا الميم مشددة والنون مشددة يعني يجب أن نظهر الغنة فيهما أَن يُتِمَّ وعلى الرضاعة والرأ مفخم هنا الرضاعة نقف على التاء كأنه حرف لها وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ هنا نمدد حركتين لمدصل الصغرى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ هنا الرأم رقق لأنه مكسور وَالنون بغنة كاملة وكسوتهن هنا هنا النون بغنة كاملة بالمعروف الرأم فخم ونمدد حركتين أو أربعة أو ست للمدل عرضي للسكون لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا هنا لدينا لاحظوا معي لدينا تنوين بعده هنا كلمة إِلَّا راحض الهمزة محدوفة كذلك هنا لدينا نقل حركة الهمز المفرد للساكن قبله لكن هنا أين هو الساكن؟ الساكن هو تلك النون الزائدة التي تلفظ ولا تكتب عندما نقول نفس تسمعنا نون ساكنة تلك النون ستصبح مكسورة لماذا؟ لأن الحركة التي ستنتقل إليها هي الكسرة وستصبح نَفْسُنِي نَفْسُنِي ونمر مباشرة إلى اللهم مشددون نَفْسُنِي اللَّا وُسْعَهَا لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُدَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا لاحظوا معي هنا نمدد ست حركات للمد اللازم لا تُدَارَّ مع تفخيم الرأي هنا لأنه مفتوح وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا هنا لدينا الإقلاب يمكنكم مشاهد درس الإقلاب من أحكام النون الساكنة والتنوين وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا وهنا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ لدينا التنوين بعد حرف اللهم الحروف الإدغام بغير غنى يعني إدغام كامل وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وهنا نمدد حركتين للمدصل الصغرى وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا هناك من يقول لي اشرح لنا القاعدة أكثر مثلا عندما أقول هنا لدينا إدغام بغير غنى يعني إدغام كامل هناك من يقول لي اشرح لي الدرس أكثر الدرس إذا أردت أن تشاهده مشروح لوحده يمكنك أن ترجع لدرس فتبحث عن القاعدة وتشاهدها شرحته مثلا درس أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام الكامل شرحته في درس لوحده يعني هنا عندما أعلمك كيف تقرأ مثلا صورة البقرة وكل مرة أشرح لك حصة فعندما أذكر لك قاعدة فقط إذا لم تكن تفهمها أو يستعسل عليك الأمر ارجع لتلك القاعدة وشاهدها وطبقها ثم تابع معنا هنا في هذا الشرح فهذا الشرح أقدمه لي لمن هم شاهدوا الدروس بأكملها يعني دروس قواعد تجويد بأكملها والآن يتابعون معنا شرح تعلم الصور إذن لنكمل وعلى الوارث مثل ذلك اتباه الثاء والثاء هنا وعلى الوارث مثل ذلك وانتباه لحرف الثال يتجدون أن في النطق يعني لم نتدرب على مثل هذه الكلمات في كلامنا العامي فلهذا ننتبه لها وعلى الوارث مثل ذلك لا نقول وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك يعني إخراج الحرف من مخرجه وإعطائه صفته فإن راد هنا كذلك لدينا نقل حركة للمز المفرد للساكن قبله كما شرحته هنا تماما فإن راد فصال اتباه للصاد مفخم فصال ولدينا تنوين وبدأوا حرف العين من حروف الإظهار إذن نظهر تلك النون في التنوين نقول فإن راد فصال عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن راد فصال عن تراد هنا نخفي هذه النون غلط الإخفاء نرقيق ولأنه بعدها حرف التاء مرقق والراء هنا مفخم لأنه مفتوح لدينا الضاد تحته هنا كسرتان يعني التنوين وبعدها حرف الميم من حروف الإدغام بغنى نقول عن تراد منهما ونظهر هذه النون لأنه بعدها حرف الهاء من حروف الإظهار وتشاور فلا هنا تنوين وبعدها حرف الفاء من حروف الإخفاء والفاء مرقق إذن غنة الإخفاء نرققها ونقول وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتم هنا لدينا كذلك النقل نقلت حركة الهمز المفرد للساكن قبلها وحرف النون أصبح مفتوحا نقول وإن ونمر مباشرة إلى الرأم وهو مفخم وإن ردتم لكن انتبهوا معي هنا لدي حرفين وهما الدال وحرف التاء يعني لدينا هنا إدغام المتجانسين لماذا؟ لأن الدال والتاء حرفان متفقان في المخرج لكن اختلفا في بعض الصفات يمكنكم مشاهدة الدرس إدغام متجانسين والمتماثلين وكذلك المتقاربين إذن قلنا الدال والتاء هما حرفان متجانسان فعندما ننطق هذه الكلمة نقول وإن را تو من الر إلى التاء لكن لا نقلق الدال لا نقول وإن عرادتم فنطقها صعب فبما أن لديهما نفس المخرج فاللسان عندما ننطق الدال ساكنة وثم نعود لننطق التاء كأن اللسان يرجع لنفس المنطقة مرتين لذلك لا نقول أرادتم بل وإن عرادتم لاحظوا التاء فهي مشددة نتيجة لهذا الإدغام وإن عردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف هنا نمد تحركة لمدصلة الكبرى وهنا نخفي النون ونرقق غنة الإخفاء لأن بعدها حرف التاء وهو مرقق أن تسترضع نفخ مراء وهنا نمد ست حركات لمدل المشبع المنفصيل وهنا لدينا أولادكم تنتهب ميم ساكن وبعدها حرف الفاء يعني إظهار شفاوي من أحكام ميم ساكن أولادكم فلا جناح عليكم نمد هنا ست حركات لمدصلة ميم الجمع إذا سلمتم هنا سلمتم تمتهي بميم ساكن بالرغم أن تلك سكون لم ترسم فوقها وبعدها ميم مشددة يعني إضغام شفاوي وهو من أحكام الميم الساكن سلمتم مع مد ست حركة هنا للمد المشبع المنفصل ولدينا كلمة آتيتكم فيها هنا همز ممدود يعني مد البدن مد حركة أو أربع أو ست أتيتم بالمعروف هنا أتيتم تنتهي بميم ساكن وبدأ بالمعروف تبدأ بحرف يعني الإخفاء الشفاوي وهو من أحكام ميم ساكن أحكام ميم ساكن فيها الإخفاء شفاوي والإضغام الشفاوي والإظهار الشفاوي شرحت هذا في درس من قبل ورأينا الآن هذه الأمثلة الثلاثة هنا الإخفاء الشفاوي ورأينا هنا الإظهار الشفاوي وهنا الإدغام الشفاوي إذن جيد بالمعروف نمدد هنا حركتين أو أربعة وست للمدل عرض للسكون واتقوا الله تباه للتاء لننطقه كالطاء واتقوا الله ونفخ من الله في لفظ جلالة ونقف بالمدل وذلك تعديم للخالق سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واعلموا هنا نمدد ست حركتين أو أربعة وست للمدل عرض للسكون لا نفخم حرف الباء بصير والرأو مراقق لأنه سبق بياء ساكنة إذن لكي لا أطل عليكم أتوقف هنا وأشرح وأردت لكم هذه الآيات التي شرحت إذن تابعوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن الرجيم لمن راد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسهن لا أسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم وتعرفتم على القواعد وأطلب منكم أن تطبقوها وإن شاء الله نلتقي في الحسنة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته